يخص تعزيز القدرة الشرائية للمواطن في جانبه تحسين الأجور أو تحسين ما يسمى بالرواتب المستخدمي للقطاع الوظيفة العمومية فأصدر تعليمات سيد رئيس الجمهورية في خطاب في الاجتماع الأخير للمجلس الوزارة أن تكون هناك زيادة في عدد النقاط الاستدالية ويرتكز هذا المقترح على نفس المعايير التي تم اتباعها في زيادة رواتب في شهر مارس 2022 والمتمثلة في زيادة عدد النقاط الاستدالية وذلك على اعتبار أن الزيادة في النقاط الاستدالية ستؤدي رفع ما يسمى برواتب ذوي الدخل الضعيف والمتوسط وبالخصوص الحفاظ على الانسجام العام للنظام ورواتب هذا هو فوائد الزيادة في عدد النقاط الاستدالية ويتضمن هذا القرار في ارتفاع ب150 نقطة من رقم الاستدالي الأدنى بالنسبة للموظفين والأعوان المتعاقدين و70 نقطة بالنسبة لشاغل المناصب العليا و16% في رقم الاستدالي الأساسي بالنسبة لشاغل الوظائف العليا في الدولة وهذه الزيادة ستتم على مرحلتين المرحلة الأولى تخص السنة 2023 هذه المرحلة الثانية تخص ستكون بعنوان سنة 2024 بعنوان 2023 سيتم زيادة 75 نقطة رقم الاستدالي الأدنى بالنسبة للموظفين الأعوان المتعاقدين 35 نقطة بالنسبة لشاغل المناصب العليا و8% رقم الاستدالي الأساسي بالنسبة للشاغل الوظائف العليا في الدولة حيث ستكون الأرباح التي تأتي من جراء هذا القرار ستكون الأساسي بالنسبة لشاغل الوظائف العليا في الدولة طبعا كما تعلمون في القطاع الوظيف العمومي و5600 دينار بالنسبة للمتصرف سنف 12 كاتيجوري 12 ستكون 5600 دينار نتو هذا بعنوان السنة 2023 ستكون هذه الزيادة أكثر من جراء جملة 800 ألف موظفين وعاون متعاقدين يعني c'est les fonctionnaires et les contractuals وتتروح هذه الزيادة طبعا ما بين 4500 دينار جزائري إلى 8500 دينار جزائري لذلك الوظائف العليا بين 4500 دينار و 8500 دينار بيانسور أما بما يخص الأثار المالي النتج على هذه الزيادات في سنة 2023 فهي تقدر بـ 340.340.340.3 مليار دينار جزائري يخص تعزيز القدرة الشرائية للمواطن في جانبه تحسين الأجور أو تحسين ما يسمى بالرواتب المستخدمي للقطاع الوظيفة العمومية فأصدر تعليمات سيد الرئيس الجمهورية في خطاب الاجتماع الأخير للمجلس الوزراء أن تكون هناك زيادة في عدد النقاط الاستدلالية ويرتكز هذا المقترح على نفس المعايير التي تم اتباعها في زيادة الطرواتب في شهر مارس 2022 ولمتمثلة في زيادة عدد النقاط الاستدلالية وذلك على اعتبار أن الزيادة في النقاط الاستدلالية ستؤدي لسيما رفع رفع ما يسمى برواتب ذوي الدخل الضعيف والمتوسط وبالخصوص الحفاظ على الانسجام العام للنظام والرواتب هذا هو الفوائد الزيادة في عدد النقاط الاستدلالية ويتضمن هذا القرار في ارتفاع ب150 نقطة من رقم الاستدلالي الأدنى بالنسبة من وظفين والأعوان المتعاقدين و70 نقطة بالنسبة لشاغل المناصب العليا و16% في رقم الاستدلالي الأساسي بالنسبة لشاغل الوظائف العليا في الدولة وهذه الزيادة ستتم على مرحلتين المرحلة الأولى تخص السنة 2023 هذه المرحلة الثانية تخص ستكون بعنوان سنة 2024 بعنوان 2023 سيتم زيادة 75 نقطة رقم الاستدلالي الأدنى بالنسبة للموظفين الأعوان المتعاقدين 35 نقطة بالنسبة لشاغل المناصب العليا و8% رقم الاستدلالي الأساسي بالنسبة للشاغل الوظائف العليا في الدولة حيث ستكون الأرباح التي تأتي من جراء هذا القرار الصافية لقدر لجموناتسون نت بعنوان سنة 2023 بالنسبة لبعض الفئات على سبيل المثال ولا على سبيل الحصر كما يلي 4500 دينار بالنسبة للعامل الصنف الأول اووريه برمية كاتهوري بانيفيشي 4500 دينار دوغمنتاشون نت وهو أدنى تصنيف طبعا كما تعلمون في القطاع الوظيف العمومي و 5600 دينار بالنسبة للمتصرف صنف 12 عدميشتراتور كاتهوري 12 بانيفيشي 5600 دينار نت بهذا بعنوان السنة 2023 ستخص هذه الزيادة أكثر من جو جملاين 800 ألف موظف وعاون متعاقيد يعني ستخص هذه الزيادة طبعا ما بين 4500 دينار جزائري إلى 8500 دينار جزائري لذلك الوظيف تخص بين 4500 دينار و 8500 دينار بيانسور أما بما يخص الأثار المالي النتج على هذه الزيادات في سنة 2023 فهي تقدر بثلاثة 340 مليار فصل 340 فصل 340 مليار دينار جزائري ترجمة نانسي قنقر